السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الى فيديو جديد من فيديوهات قناة السيد عمر. اليوم جبت لكم هذا الموقع. هذا الموقع اسمه امفولون بمعنى نصيحة في الماني. يعني هاي اشارة انه هذا الموقع في المانيا. هذا الموقع شو فكرته? موقع فكرته انك تقوم باختبار بعض التطبيقات وبعطيك مصاري على اختبار التطبيقات. طبعا التطبيقات في معظمها العاب. فعشان هيك انا نقعب احتيكم عنه. اه نشرت اني طلعت تقليلا واحد سبعين يورو. نشرت في فيديو عنه صراحة هذا هون. هاي ربح من الانترنت واحد سبعين يورو. اعين واحد سبعين يورو سحبتهم من الموقع. بس المشكلة انه يعني متوفر بالمانيا وسويسرا والنمسا. بس اذا انت اشتركت بالموقع. ويعني صار عندك سبعين يورو. فانت حاشيني فممكن انحنا نعمل لفة عليه ونجيبهن. ويعني اولانية. طيب الفكرة الثانية انه في لعبة حاليا يعني عم بيحشوا عنها. انه بتكسبك خمسين خمسين يورو. اه خمسين يورو. اللعبة واحدة يعني. هسا اذا رحت هون ع تسور ويبزايته او ع الصفحة سا رحط لكم رابط هذا الموقع اسفل الفيديو يعني. تلاقيوا رابط هذا الموقع على اسفل الفيديو بتسجلوا فيه اما بالفيسبوك او بالجيميل. وبتفوتوا عهون بتصير تسوي العقود. اه او يعني اسمون او في طريقة. القصد انه فيكم ترجمها بال يعني عن طريق جوجل ترانسليتر. حتى تعرفوا. طيب هاي اللعبة هون مثلا انتم اشي هكين هون. هاي بريميوم. بقولك شبيل تست هاي اكشن او اكسيون يعني بمعنى عرض يعني. انه خمسين يورو. بقولك هاي اللعبة اذا سوتها راح طول خمسين عرض. طبعا بتكون توقضوا ببالكم انه المصاري مش راح تقدر تسحبوها حتى يصير معاك سبعين يورو. يعني اذا صار معاك مثلا ثلاثين يورو او عبعين يورو ما فيك تسحبها. يلازم يكون الرصيد سبعين يورو. عشان هيك اني سحبت واحد سبعين يورو. طيب. هاي اللعبة مثلا اذا رحت عليها طبعا اني نزلتها يعني. يعني اقلت لوس بمعنى بداية او يعني انطلاق. هون بقولك اللعبة اما تنزلها على اندرويد او على الابل. طبعا بشترضو لك بعض الشروط انه شو انه اللعبة انه انه تكون اول مرة بتنزلها مثلا وانه اول مرة بتلعبها. طبعا هذه الشروط بتكون قبل هيش. يعني احطيت يعني عملت هذه الخطوة الاخترة الثانية. يعني حاليا قابة سوي بالخطوة الثانية. الخطوة الاولى قطعته. طيب اول شي بقول لك انه نصب اللعبة. بعدين انه سوي اش اسمه هاي الاعدادات. هي بس ان عبارة عن تنصيب اللعبة وانك تلعب اللعبة. بس مثلا انتو شايفين هنا مثلا بيقول لك انه التنصيب باعطوك عليه مثلا اه. اصفر المرحلة 2 بيبز بيبز يعني شغلة باللعبة صراحة أنا أستطيع أن أرجيكم اللعبة هي اللعبة مش يعني مش استراتيجية يعني مش قوية كتير الواحدين يكون أنا يستمتعش فيها بس القصد أنه آخر شي يعني أنتو إذا لعبت هاي اللعبة ممكن توصل الى 50 يورو طبعا هم مثل شايفين هنا آخر شي عشرة يورو أو 9 يورو حاطينك هون 10 بيبز بس هم يقول لك أنه لازم تخلص هاي المهمات بعدين بس تخلص يعني بحثولك إياهن فهمتو يعني هاي الفكرة أنك توصل للـ 50 يورو عن طريق المهمات اللي حاطي لك إياهن مثلا 2 بيبي 3 بيبي 4 بيبي لحد العشرة بيبي يمكن أن تكون بعدين 11 بيبي أو إن شاء الله الثاني القصد طيب طبعا هذا الموقع مش بس هاي اللعبة يعني في بعض الألعاب كمان حجيت عنها عن الموقع هون في مثل موقع أفهم على الصفحة على صفحة اليوتيوب مثل لعبة رايزة كيني دوم بس خلاني أرجيكم الألعاب اللي سويتها هاي إذا روحت على الصفحة اللي قابليها هون هاي هستوري مثلا أو بمعنى المحفوظات هاي أصبح رجيكم بعض الألعاب هون مثلا هاي موقع مينيوكس أورت هاي موقع اللي يأخذ يعني الآراء اه ابتست اختبار التطبيق هون هاي كمان اختبار التطبيق هاي لعبة لوتو مبارش وغير وغير وغيرها هون اختبار التطبيق كمان نيفيا بعض قلية 2 ونص يورو طيب هون مثلا هون انك تنزل هادا بي سي نيلسون يعني هادا برنامج يعني مثل ما تقوله اه للتسويق وما تسويق بس انك تنزعه كميوتر بس بصيب الرواقبك بكل شي فإذا انتو بتخاف من الخصوصية ما في زاعة نزله بس القصد اني نزلت عشانه بعطني 15 يورو فاطمعت من 15 يورو ونزلت طيب هون مثلا هاي شبيل تست برقل لك رايزة وف كونجدوم بعطوك عليه 15 يورو كمان وورباث عطوني عليها 8 يورو اه وورباث عشان عنها كثير هون وينها بس سورجيكم اياها هاي اه غراند مافيا تقريبا مشابهة للعب اللي قعبها لي الساعة مافيا سيتي اه اه اعطوني عليها 4 يورو هاي وورباث عطوني عليها 8 يورو القصد انه احيانا بقوله انه لازم تخلصها خلال مدة معينة يعني مثلا انه رايزة كنجدوم بقوله انه لازم تخلص بدأ لازم تصيله على مرحلة 15 او 13 يمكن خلال قديش خلال يمكن شهر يعني شهر كما عيد اقصى طيب بس على اللعبة استراتيجي او فكار لالعب الاستراتيجية او نفس المبدأ دايا يعني بس بتروح بس ان لاحظة اشوف اطور التواجد لعب الصفة بس بتروحا لعبا هاي اضيح. اضيح يعني اضيح حط لكم رابط الموقع عشانو اذا نزلت اللعبة بدون ما تروح على الموقع ما رح تستفيد اشي. يعني لازم اول شي تروح على الموقع. تسجل بالموقع بحساب فيسبوك او بحساب الجيميل. بعدين من الموقع بتفوت على اللعبة يعني لازم تفوت على اللعبة مرابط الموقع ولا ما بجيكيش مصاري. يعني اللعبة مش رح ترطيك مساري الموقع هو اللي قاعد بطيك مساري الموقع قاعد بعمل تسويق لللعبة عشان هي قاعد بطيك مساري يعني بس طبعا مثلا ما قلت لكم يعني لازم توصله حد السبعين يورو حتى تقدر تسحبوهن يعني حاليا معي 12 يورو هون اذا شفتوها اذا ما برش مبين عليكم هون 12 يورو معي 12 يورو حتى الان يعني لازم ان الوقت طويل حتى وصل سبعين يورو يعني في بعض العقود في بعض يعني اشارات مشلخة الشيء يعني بطيك واحد يورو بس باحيانا بدك تقضي وقت كثير يعني حتى توقض هاي الواحد يورو مثلا طيب او هون في واحدة لعبة ثانية انفينيتي اه شو لا غرانغ طيب هاي 28 يورو هاي كمان من كل واحد يلعبها طيب اصع خليني لعب هاي اللعبة بعدين بنحشي عن هاي اللعبة بجرلها هاي بعدين في وقت لاحق القصد انه 70 يورو من كل واحد يحصلها يعني بوقت احيانا قصير احيانا طويل انت بحظك يعني صراحة كمان هاي اللعبة ثانية بس بعض الالعاب بشترطوا انك ما تكون لعبها او انك ما كوش تعرفها بنهائيا يعني هاي اللعبة مثلا اللي قعب العبها الساها هاي اسمها شو اسمها ما فيا سيتي ايوه بقولولك انه انت لازم ما تكون لعبها ولا منصبها على اندرويد تباك يعني لازم انه انت اول مرة تقعب تنصبها واول مرة قعب تلعبها والافضل انك تكون يعني صادق معهم يعني احسنها طيب خلنروح لاللعباي يعني ماش تدقب كثير على الصوت بس لحظة شبه اخاني او اوطل الصوت عشان انه صوته حالي كثير صراحة اين الصوتة المشكلة كمان ما فينش تسعى حطوه على في المورة هدا او يعني ان يعملوا موانتاج او شي لانه 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 مطابل طول مثلا دو شايفين wise ايام اوه اوه هي لازم انوطي الصوت ولموسيقه طيبه هاش وطينا الصوت ولموسيقه عشان نصوطها فتعالي كثير مش رح يكتلهاشي اول يحبى لح تبقوا على الصور عشان الصور مشلخ كثير هاي الصور طبعا هاي في نعبة ثانية pln اللي قولت لكم عمانهم هذيك شو اسمها لا فيها شو نسيته اه غراند مافيا. هذيكا اكثر من هاي. القصد هاي بس شو بدك تسوي يعني بدك تسوي انه شو انه ترقية مباني وما الى ذلك. ترقية مباني تدرب بعض العصابات ترسلهم حتى يهاجموا الناس ثانيين. يعني حاليا يعني اليوم نزلتها ووصلت تقريبا عن مرحلة ممكن خمسة وستة مش عارف صراحة هاي المرحلة هون مكتوبة المرحلة الخامسة يعني حاليا بالمرحلة الخامسة عطوني تقريبا عن سبقوني انه خمسين سنت. ورس اوجيكم الايميل اللي جاني بأكد لي انه جاني خمسين سنت. ستاحظة شوية هنورجكم اياه. هوا فضيحة هوا هنروح اليميل بأكد لي. هاذا الموقع والداري قلت انه توصلت على المرحلة الخامسة فعشان هيجز رح نحسب لك خمسين سنت. طيب يعني خمسين سنت مش كثير يعني. بس يعني انت قاعد تلعب تلعب يعني. يعني اذا جاء خمسين سنت بيقولون لا يعني. يعني خمسين سنت بليحات يعني من اللعبة. طيب. خير وروح اللعبة مرة ثانية. بس قلت لكم المبدأ نفس مبدأ وربعة يعني بتروح الاول شيء على الفيلا. الفيلا او المركز البناء الاساسي يعني مركز القيادة. لازم انك شو ترقي بشكل دائم. هاي الفيلا هون او ما ينسوه. لو تعطيه ترقية بيقول لكم لازم ترقي شو المباني الثاني او المباني اللي تابليه. لازم ترقي الجدار. ولازم ترقي شو اسمه الفولت ما او تحصل عليه. طيب هذا فينا رقي الجدار ونعمل الترقية. اهم شي طبعا بهيش شغلات او هيش علعاب ان انك دائما تحرص على اداء المهمات اليومية. بس بتروح هون على الواجبات يعني. بتروح هون على الديلي مشن. المهمات اليومية. يعني حاليا وصلت تقريبا ثلاثين سبعين مئة وعشرين. يعني صراحة يعني صراحة يعني صلي وقت طويل بلعف فيها بس ما وصلتش عميلة ثمانين. يعني ثبرت فيها. هون مثلا بروح خلني اصوي هاي المهم يعني. يعني حلو كمان فيها انه دائم يدللوك يعني وينما تروح بقول لك انه بصير عشره لك بقول لازم ما يجسوي هاي الشغل. طيب هون د بحطو لك مصاري لازم تدفع مصاري. طبعا نحن لنشفح. نحن هفايتين مشان ناخد مصاري مشان ندفع. طيب مرة ثانية. هاي دائلي. اه دائلي مشن. طيب هاي اربعة بعد بدها واحدة بتصير خامسة يعني من الخلص منها. هاي كمان بدها خمسة ثلاثة طويل يعني بدها وقت طويل. مشكلة هاي كمان ثلاثين بدها وقت طويل. ممكن هاي اسهل اشي. خل راح نشوف هاي. طيب. اه صراحة ما يجعب شو اللي سوي. بس اني بكبس عليه. يعني بس ما عرف شو بدي اصوي يعني بكبس عليه هون. عفوا. برجع على المهمات اول شي. اذا ما ليش عارف شو بدي اصوي. برجع الديني مشن هون. بشوف اسهل مهمة بدي اخلصها. مثلا هون اول مهمة هاي. اللي عالية سار هون. اللي مكتب عليها اربعة خمسة. انه هاي ثمن مهمات. اه. هاي زائل ثمانية عفوا. يعني زائل ثمانية بتعطيك ثمن نقاط. انه بعد واحدة مهمة بتوخل شو? اه بتوخل ثمن نقاط. اني عملت اربعة من خمسة. بس هاي ل Special Youts. عالمات العملتان عشرة يعني سوف نقاط؟ ا bisc اكثر و An Potions. يعني لابد انك اصعى و كنت أصعى. ارمان الحين استثمار يعني. اقول لان لازم انك توصل المركز السادس لم ي Trainer. هو انك زائل م willstستثمار. طبعة يحل من رقي. طبعة بعدين بصير لان شوف باعتمد على عض стороны. يعني اول شي.. بكون مثلا فيك ترقي مثلا المبنى اساسي. بس بعدين رق Alreadyんion على المركز السادس بصير قول السادس بصير قولك اقول لك انه لازم ترقي الجدار. عندما تجلون بالتبلقى هذه الجدار يقول لك لازم ترقي البنبنة اللي قبل و هكذا بيعلوك يعني 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 بس القصد انو آخر شي فيه لك مكسب من النهاية من اللعبة يعني يعني آخرشي خمسين يورو مريحات من اللعبة هي طيب خلاني شوف انصرت اني صراحة المشكلة ما فينش يعني استنى حتى اخلص مرحة يعني المرحلة بين المرحلة الرابعة وال الخامسة طولت المراحلة الاولى بثاني لثالثة ما طولتش بس المرحلة الرابعة وال الخامسة طولت كثير طيب هون بيعطيك انه ارشاد المهمات الاساسية لازم تسويها بيقول لك ان لازم تعمل ابوغريد او ترقي لهذا المبنى تعمل ابوغريد طيب طبعا ايها اللعبة ما لعبتاش بس لعبت نفس المبدأ يعني تقريبا الاعاب استراتيجية صلت احفظ مبدأها يعني دائما يكون في مبنى لازم ترقيه وفيه يكون في مهمات يومية لازم تسويها ومهمات اساسية طيب هاي بيقول لك انه اعمل الكلب او النادي لمبنى المستوى الرابع طيب هاي 12 دقية انت هو على 10 دقائق بيقول لك انه خلص لقياب بلاشا مش معطيني تسريع مش عرف ليش صراحة بس يوم تكبس عليه المفروض يعطيك تسريع عطيت تسريع دقيقتين بيخلص مش عاضي طيب لازم نروح على هاي المباني بوش رقيه هاس عطاني تسريع هون عطاني تسريع بس هناك عطاني تسريع مش عرف ليش هاي المثل انتوا شايفين هون بدها ساعة وخمس دقائق مش كتابة ما معيش سرعة كثير يعني يعني معي ستة بخمسة ثلاثين ويداعش بخمسة خمسين يعني ما بديش استهلك السرعة كمان بدي يعني خليها الوقت لاحق اه ولكن لكم بس خلني اورجيكم اياها بس خلين استعمل روح تسرع اكل عرف هاي المباني طيب هون الى عش اه اذا قلنا خمسة بخمسة طيب طيب ضل معيش سرعات طيب فري طيب هسا فين يعمل ترقية لهذا المبنى طيب هم يعملوا ترقية اه بقول لك انه فري افتر اه سيكس مينت يعني المشكلة انه لازم تستنى هالساعة ما فينش اسوي ايش ايش يعني حتى تصريم اه عفوا في لي اصري اه بلا اه كان لازم اكبس على السرعة اه لازم اكبس على مساعدة اول شي بعد يم تطلعي السرعة طيب هاي بقول لينه في بعد خمس دقائق يعني اذا كبس استعملت ثنتين من الخمسة والاربع مايك تصير فري طيب هاي رفعت الشوتر كام او مبنى يعني الرماية الى المستوى الرابع طيب طيب مثلا ما قلت لكم يعني حاليا بالمستوى الخامس يعني بين المستوى الخامس والمستوى السادس اتوقع اني لازم اعمل كثير كثير يعني حتى اخلص يعني صراحة بس القصد انه هذا المبدأ دايما انك تروح اترقي بعض المباني وتعمل بعض المهمات اذا بقول انه روح اسرق مثلا البنائي فلانية او روح اقتل هاد الشرطي بقول ان هاد الشرطي عامل مشكلة اه اول شي بقول لك لازم تروح على استثمار لازم تصل على المركز المستوى السادس طيب هاي بقرين طيب هاي مساعدة ومساعدة التحرف طبعا ما قلتكم مش عشان وان فيكم تحشوا مع ناس تاني يعني هون الناس هون فضل يحشون في يومهم عرب ما عرب هاي يعني فيكم اذا بتحبوا الدردش خلال اللعبة في ناس كثيرون من الجزائر ومن الدول العربية الاخرى اي صراحة ما يعني ما بفوتش على الدردش كثير لاني اهم هي اني احصل الخمسين يورو اللي قاعدين بيحشة عنها يعني بس الساعة اني لازم اركز على الشرات الترقية وانا بدا 13 دقيقة مشكلة اني ما ضلش معي صراحة سرعات كثيرة يعني ضل معي خمسة باربعة عشرين دقيقة وثنين وثلاثين عن ثنين وخمسين دقيقة بس معي سرعة ساعة هو بقول انه استعمل اربعة طيب ما ايش خلال استعمل اربعة طيب هاي فري طيب 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 الان الان اي ما اصلتش على المستوى هاك 180 اي اي شقت حايشة صراحة كثيرة باكبس تكبيس وممني ومتأمل اني اصل ما اوصل شيء. طيب صراحة لما اشرح لكم مش الواجبة اشرح لكم اشي يعني بس افترطوا ان كل شيء مفهوم. هون الواجبات اللازم تسويها. هاي امشي. بس بتروح على الواجبات بس تكمس على شغلة وما يقول لكم لازم تروح تسويه ان شاء الله هاي. يعني هو بصير اي شيء لك. حسنا بروح ويقول لازم تهجم عليها. بس بقول لكم لازم تستثمر اول شيء. حتى استثمر بقول لكم لازم توصل على المستوى الثالث. قصدي انه يعني هما بظلوا ميقودوك باللي ايدها تبعهم. انه رازم تروح تسويه شاء الله كده. هاي مش كعشر دقائق واربعة وعشرين ثانية. ما يش منستهلك دقيقة يعني شاند اثنين وعشرين ثانية. طيب. خلي اروح للمركز اللي بعد يوم. اه هذول المرتع بطارة بعض يعني. يعني ما بتقدرش تسوي الخطوة الاولى او الخطوة الثانية عفوا قبل ما تنتهي الخطوة الاولى. يعني هاس عمد استمر حتى الخطوة الاولى تنتهي. بعد ست ثواني. بعدين بس تقدر اسوي الخطوة الثانية. طيب اساس بيضا. اه مش الحال. عشان انه على عشر دقائق هما بسولك اياه بلاك يعني عساس. انه ما بدعموك. بقول انه خرص. عشان دقائق هؤل احسابنا. هان مش خلاص بنا سبعة ثلاثين قيلة. يعني بده وقت طويل جدا. طيب الفيديو طال عساسا. اه كل مرة بقول ما ديش اطول الفيديو. اه بظني ساعتين اخرش. هاتش عرفتين الفيديو صراحة. اه شوف قديش الوقت. عشان اني طويلت كثير. وانا صارنا 16 دقيقة. طيب لقصد هذا الموقع. موقع اسمه infullen.de. اح راح حط لكم الرابط تابعوا اسفل الفيديو. مثل ما قلت لكم. هذا الموقع لأسف يعني مش متوفر في الدولة العربية. بس اذا انت سجلت ووصلت يعني لنقاط سبعين يورو. اه ممكن تتواصل معي عن يعني من تحت اه شو اسمه بالتعليقات. ومنشوف كيف مجيب هذوي السبعين يورو ان شاء الله. طيب خلينا نلقف الفيديو وانا اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في قناة امر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا سيدي اقول لكم ان شاء الله صراحة لاني شغلت هذا الفيديو اليوم اليوتيوب ما صاير ابن حلال كثير. فاجه حط لي اعلان على هذا الشو اسمه. اعلان على هذا الفيديو. وانا مرة الفيديو اه يعني الاعلام مش جاين منه مصاري. لانه اليوتيوب صار يعني انه يطلع لك اعلانات حتى لو كان عندك عدد مشتركين يعني اقل من العدد المفروض. يعني هو اه هاي المصاري باخذها الو لحاله. يعني يعني هو مفترض عليك انك توصل ل الف مشترك واربعة الاف ساعة. بس هو باخذ المصاري قبل ما توصل انت لهذا العدد من المشتركين. طيب خلينا نلقف الفيديو وانا ادعا اعجبكم الفيديو. انا اعجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله